المترجم للقناة نصائح في كل مادة طريقة الدخول لهذا الكورس سهلة تواصل مع المكلف في الواتساب سيشرح لك اي طاب بار اي طاب تمن وطريقة التدفع وغادي تدخل بالايميل ديالك لهذا الكورس وتستفد السنة كاملة بالمناسبة التمن ديال الكورس للسنة كاملة غايكون مناسب مناسب وحطته مناسب لك باش تستفد وتنجح وتفرح اهلا مرحبا بكم اليوم وليوم سنشرح الدرس أول في تربية الإسلامية مرحبا بكم اليوم نقومه بالإيمان والغيب مفهوم الإيمان وشروطه أعرف ماrimin دي هذه إيمان و شنو الشروط cosesאל أالسF ما هي الإيمان و ما هي الشروط المفهوم الإيمان لغتاً هو الأمن الأمان والسلامة ما هي صاحبك إذا تجدهم يدرهم لا تخاف عليها تجدهم سوارت لا يجليهم المطار لا يدخلوا في حياته لديه الإيمان والآمان والسلامة و تتقفيه و تصدق به هذا هو المفهوم الإيمان لغتاً اصطلاحاً هو أنك تصدق بالقلب ديالك ووصول العقائد والإقرار بها يعني تكون متعفق 100% في العقائد وكتكون الأقوال ديالك والأفعال ديالك بجوجهم غادين في نفس المنحة يعني ذاك شي اللي كتفكر فيه كتعتقد به هو اللي كتديره و كتهضر يعني كتقوله و كتديره في نفس الوقت هكا كتكون مؤمن هذا هو الإيمان استلاحاً هو أنك يعني تيق 100% تكون يعني كتقرر ديالك شي اللي تقول ديالك شي اللي كتدير بلسانك ومتيق 100% هذا هو الإيمان استلاحاً أندوزو نعرفو شنا هما شوروط الإيمان شوروط الإيمان أول شرط هو أنك تكون عارف ما تكونش يعني ما عارفوا له كتعبد الله غي هوكاك كتكون كتعبده و عارف علش كتعبده هذا هو الشرط اللي هو العلم العلم هو أول شرط الإيمان ثاني شرط الإيمان هو أنك تصدق 100% تكون يعني تصدق الجازم بكل ذلك شي اللي جاء به القرآن والسنة وتكون مصدق 100% يعني ما عندكش واحد الشك ولا شي حاجة مصدق 100% ثالث شرط الإيمان هو أنك ما تكونش كتبع تتبع البيدع يعني البيدع هما بحل قلتي واحد الضلالات اللي تكونوا مشي جايين من القرآن والسنة تكونوا جايين عن تقاليد ولا شي حاجة فانت ما كتتبعش هاد من شوروط الإيمان هي أنك ما كتتبعش لابتداع هادو ثلاثة شوروط مهمة دابا غندوزون فهمو شنا هو الغيب وكيفاش الإيمان تي يعني تي يضح لنا وتعلينا نفهمو شنا هو الغيب دابا سيدي بغينا نعرفو شنا هو الغيب يعني بغينا نفهموه نشوفو شنا هو هذا الغيب هذا الغيب هي لغت ا Again ما تقدرش تشوفها بالحواس ديالك، ما تقدرش تقيسها، ما تقدرش تشمها، ما تقدرش تشوفها، ما تقدر تلمسها، ما تقدرش تحس بها نهائياً يعني شي حاجة غايبة على الحواس ديالك اصطلاحاً، ونفهمه اصطلاحاً شنا هي، هو ذلك الشي اللي الله سبحانه وتعالى علمه وما أعطاه لتشي واحد، علمه غير البعض من الرسول دياله يعني عالم بالغيب، العالمون بالغيب، هما واحد الناس اللي مشي من الناس العالية، يعني هما الرسل هما اللي بغاهم الله سبحانه وتعالى أنه يعطيهم بعض الغيبيات فهذا هو الإصطلاحية أن الغيب هو الحاجة اللي عرفها غير الله عز وجل وطالعوا لها بعض من الأنبياء دياله حيث بغي يوريهم بعض من الغيبيات فهذا هو الإصطلاح ديال الغيب، الغيب كان فيه أنواع الإخوان، كان الغيب النسبي هو اللي يعني تيسر على الإنسان أنه يعرفوا بالحواس، والأخبار، والجريبة، والأكسبرينس يعني البعض من الناس كيقدروا يوصلوا له المستوى هذا أنهم يعرفوا يعني كيكون غيب نسبي تيكونوا عارفين وغير العلماء أولو الألباب وكان الغيب المطلق هذا النوع الثاني، هذا الغيب المطلق عرفوا غير الله عز وجل يعني عرفوا غير الله عز وجل وأمرنا أننا نأمنوا به ونحن ما قدنش أننا ندركوه، أننا نعرفوه، أننا نحسوا بهذا الغيب هذا ولكن أمرنا الله أننا نأمنوا به، بحل مثلا الجين، الملائكة، دار الآخرة إلى آخره والمؤمن يعني ملزم عليها أنه يآمن بالغيب، بالنوعين بجوج، الأول، حيث الأول الغيب النسبي تيخليه يأخذ بالأسباب باش يعرف الحقيقة ويوصل للمقاصد والثاني كيخليه ديمان طماءن يعني نفسه مرتاحة وحاس بالعظمة دي الله عز وجل ودي ما متوكل على الله ومستمد العون دياله وغير من الله ومن الغيب المطلق اللي أمره الله يآمن به والإيمان بالغيب عنده يعني بالغيب بجوج يعني الغيب النسبي والغيب المطلق هو واحد الأمر ضروري، علاش لأنك يوسع الموحيط دير الإدراك عند الإنسان وتميزه على الحيوان وتحرر الفكر دياله من الاشتغال يعني تكون متحرر من القضايا الغيبية اللي ما عندهاش يعني جواب أولا حقيقة عرفها غير الله عز وجل أو عرف أنها بعض العلماء فكيكون متوجه الحاجة وحدة اللي هي المهمة اللي خلقها الله عز وجل اللي خلق الله الإنسان عليها وهي أنه يكون خليفة في الأرض ويكون هو الخليفة لله في الأرض ويعمر الأرض حتى لهنا عرفنا مفهوم الإيمان، عرفنا مفهوم الغيب والدلالة ديال الإيمان به ذا بغدين عرفوا الآثار ديال الإيمان بالغيب في التصور والسلوك ديال الإنسان على المستوى ديال التصور كين جوج مستويات كين مستوى التصور والوجدان وكين مستوى السلوك والممارسة مستوى التصور والوجدان يعني أنك كتحس بالتكريم الإلهي وأن الله حاضق وأن الله يعني ديما معاك ويعني تشوف جميع الحركة ديال الإنسان وجميع السكانات دياله وهذا الشي تحسس الإنسان وتحسسك بواحد الشعور بالطمأنينة وبالأنس وتخليك ديما صابر وما كتيسش لأن الله ديما معك ديما مراقبك فهذا أول حاجة ثاني حاجة هو أن الحياة كيكون عندها معنى كيكون عندها واحد المعنى إيجابي من خلال أنك تتحس بواحد الوحدة بشرية بين الإنسان والخالق دياله اللي هو الله سبحانه على مستوى السلوك والممارسة طبعا نضعه على المستوى الثاني اللي هو السلوك والممارسة هو أنك تكون مستقيم على الشرع ديالله عز وجل كتنفذ الأوامر ديالله وكتجتان بالنواهي وكتخلص من العقز والكسل وتتحقق واحد الفاعلية في المجتمع وكتعطي للحياة واحد القيمة كبيرة أنك تدير الخير وكتعاون الآخرين تعاون الناس فهذا واحد السلوك والممارسة كيكون الأطر ديال الإيمان بالغيب عليها وأي واحد كيكتب بالغيب كيخليه يعني تعيش ديما في واحد الخوف من الموت وكيكون في واحد الهم وواحد الحزن تيكون ديما طماع تيكون يعني تي مرض ملي تكون عندو شي مصيبة وتيكون بحل يعني عندو واحد الجشع ملي تيكون في النعم فهذا شي كله حيتاش ما عندوش واحد الإيمان بالغيب فهذا حاجة أخرى كتكون في السلوك والممارسة دوينا على أطر الإيمان بالغيب في التصور والسلوك دا بغدين دويو على الإيمان بالغيب والقيام الإيجابية على المسلم على المسلم شنو اللي على المسلم أنه يدير خاصه يتشبع بالقيام ديال الإيمان بكل الغيبيات اللي هضر عليها الله عز وجل في الكتاب دياله القرآن وكذلك السنة من خلال دكشي اللي خبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة ثاني حاجة هو أنه يكون واحد العضو فاعل في المجتمع دياله أنه تيذير أسباب يعني تياخذ بالأسباب وتيكون يعني عنده واحد الهدف أنه يحققه باش يتقدم ويتنمه ثالث حاجة هي أنه يعتبر هاد الفاعلية من أشرف العبادات اللي خاص يديرها باش يتقرب من الله عز وجل وأنه يتوب وأنه يكون عنده واحد التواب يوم القيامة وهو جزء من الإيمان بالغيب اللي خاص يصدق به كل مسلم فهد شي اللي كان في هذا الدرس وبالنسبة الإيمان بالغيب المطلق اللي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله وليوم الآخر والقدر خير هو شره والإيمان بأن ما جاء بالنبيين محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الميزان حق وأن الحساب حق وأن الحوض حق وأن الله تبعت كل من في القبور هذا الحواج خاص للمسلم أنه يآمن بهم يعني وضع خلف الإيمان بالغيب والقيم الإيجابية تل هنا نكون سألينا الدرس وفهمنا شوي على الإيمان وفهمنا شوي على الغيب شكرا على الاستماع إن شاء الله نتلقى في الدرس الجاي شكرا على الاستماع وإلى اللقاء شكرا على الاستماع شكرا على الاستماع